اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله مستمرين مع حضرتكم يوميا في خاطرة الفجر كل يوم بناخد نية حضور مجلس العلم سويا وحضور ونية قيام الليل احنا في الليالي العشر الأخيرة من رمضان واحنا بنأمل وبنبحث عن ليلة الأدر عشان كده من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فاحنا يوميا بنتقابل من أول رمضان بحثا عن رضا الله وبحثا عن عفو الله وبحثا عن علم الله وبحثا عن ليلة القدر فربنا سبحانه وتعالى يبلغنا ليلة القدر ونحن قائمين طالبين للعلم بنئذن ربنا سبحانه وتعالى أنا النهاردة كنت بقرأ لحضراتكم في أحد كتب التزكية والتربية وتنقية القلوب وتعرفها على الله الكتاب ده كنز من كنوز العلماء الكتاب ده قد الكف أصغر من الكف كده اسمه الحكم العطائية حكم العطائية هي لإمام كبير أحمد تاج الدين بن عطاء الله السكندري المدفون تحت المؤطم في سفح المؤطم رجل عالم كبير مربي اللي يقرأ الحكم العطائية على شيخ لأنه بتحتاج شرح أو يسمعها من شيخ مربي فاهم للحكم العطائية حياته هتختلف في فهم علاقته بربنا وتعرفه على ربنا وفهمه لذاته وفهمه لطريق ربنا سبحانه وتعالى الكتاب ده لو أنا عايز أعبر عن علاقتي بالكتاب ده الكتاب ده كان سر حياتي وأحد النقاط التغير الكبيرة جدا جدا في فهمه لربنا سبحانه وتعالى وفهمه لديني وفهمه لطريق ربنا وفهمه لنفسي عشان كده بوصيكم مش تقروا الكتاب لأنه صعب مش هيتفهم محتاج أنه يتشرح فلو في الأزهر بيشرحوا الحكم العطائية روحوا إحضروا ولو مش كده دور أعتقد أن دكتور يوسري جبر ليه شرح جميل للحكم العطائية على الساون كلاود وعلى اليوتيوب أعتقد دوروا عليه اللي هقره لكم النهاردة من الحكم العطائية باب اسمه أنا هسميه أنا يعني تواضع المتدين أنا أحبش تصنيفات متدين وملتزم وكده لأن كل الناس تحب ربنا سبحانه وتعالى بس إحنا متفقين أن في ناس بتحاول تكون قريبا ربنا سبحانه وتعالى وتتعلم العلم الشرعي وتحضر دروس وتختار الطريق أنها تمشي فيه بوضوح ويظهر عليها لما رحنا عند العلماء كانوا بيعلمونا معنى مهم جدا إن إياك ثم إياك ثم إياك حذاري أن يكون الدين سببا في قسوتك وأن يكون الدين سببا في كبرك وأن يكون الدين سببك في شعورك بالتميز على الآخرين المفروض نروح عند الشيخ نعد ندرس معاه نطلع طيبين نطلع رحماء نطلع بنبص للأكوان نرى فيها الجمال لا نفرق بين طائع وعاصي الكل عباد لربنا وليس لنا الحكم على أحد إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم أنا شغلتي أعبد ربنا ومش أحكم على الناس اللي يعرف بواطن الناس ويستطيع تصنفهم وتقيبهم وعالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى لكن المشاهد إن لما بيمشي أي حد في أي سكة السكة دي بتطبع عليه في سلوكياته يعني اللي درس طب واللي درس هندسة الكليات القمة اللي درس علم شرعي وحس إنه عنده معلومات عن ربنا سبحانه وتعالى اللي عنده نجاحات رياضية أو أي شيء مما يشعره بالتميز حاجة من الاتنين يتلاقيه متواضع وشايف ربنا في النعمة يتلاقيه متكبر وأسوأ شيء إن الكبر يكون سببه العلم الديني ساعتها يبقى ده زي ما سيدنا النبي دعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع لأنه ما عملش مني عبد عمل مني نموذج مشوه منفر عشان كده العلماء كنا في المجالس كانوا يعلمون كيف تخرج من المجلس تنشر رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا الإمام بن عطاء الله في الحكمة 130 وانت طالع كده كتاب 264 حكمة بيقول معاني مرتبطة باحتياج الشخص اللي بيطلب العلم وبيتعلم دينه كيف يحتاج إلى ستر الله عليها إنه هو المفروض ينشغل بأن ربنا يسطره مش ينشغل بالخلق ينشغل بحاله مع الله عشان ما يطلعشه جزي ما الناس تسميه جرجمانتل يعد يحكم على الناس فبيقول الإمام الكبير ودي احنا محتاجينها كلنا قال كذا حكمة وراء بعض قال لو لا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول أول حكمة بيقولها للشخص اللي بيعمل أعمال صالحة قال له لولا أن ربنا سطرك كان عملك ده ما يتقبلش لو لا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول قالوا يعني إيه؟ قالوا يعني مثلا واحد بيصلي ربنا بيقبل هذه الصلاة اللي طلع مني بكرمه مش لأن الصلاة تضيق بالله إنما أنا بقدم لربنا حاجة لا تضيق بالله بل أقولك لا تضيق بالبشر إن أنا وقاعد معاك ومش مركز معاك قاعد معاك عشر دقايق منهم سبع دقايق مشغول بحاجة تانية خالص أنت هتعاملني إزاي؟ هلأ هتقابلني بكرة تانية؟ إحنا لما بنصلي كلنا كبني أدميين بنحاول نخشع وكل حاجة بس بتغلبنا الدنيا وبني يغلبنا تفكيرنا هلأنا مش محتاج؟ إن ربنا يسطر الصلاة دي ويقبلها بلطفه وعطفه مش بإحساني أنا فبيقوله لو لا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول ما كانش ربنا أصلا قبل أي عمل إلا بستر وكأنه بيقول للشخص العابد القائم المصلي المنفق بيقوله إن شغل بقبول الله لك لا برؤية التميز في نفسك عشان تطلع بعد العبادة طيب ومش حاسس بإحساس بتاع إبليس أنا خير منه إنما حاسس كده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول بتخيلها كأن ملك غني جدا واحد جايب له باكو بسكوت كده بربع جنيه لا يليق بي بل أقولك لا يليق بصاحب الهدية صاحب الهدية يعرف يجيب هدية أغلى من كده لكنه اداله حاجة أوليه لأوي عليه هو حتى على صاحب الهدية مبالك المهدى إليه العظيم فإحنا نعرف نصلي أحسن من كده ونعرف نعبد أكتر من كده ومع ذلك مش بنعمل حتى كما ينبغي لقدرتنا فلولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول وقال بعدها أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته مفهوم جديد كان علي أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته الحلم هو الصبر ولا يعجل لك العقوب فبيقول له هو الطائع محتاج أن ربنا يصبر عليه أكتر ولا العاصي قال له أيها الطائع اتعلم أنت محتاج لصبر ربنا عليك أكتر من احتياج العاصي قال له ليه قال له لأن ربنا قربك وأذن لك بالصلاة والذكر والعبادة والقرآن وأي خطوة من الخطوات اللي فيها قرب من ربنا وأدخلك في حضرته وجعلك من عباده وخواصه وانت بتقف تصلي مش مركز وعايز الإمام يصلي بسرعة ولو الإمام قال ألف لام ميم تحس اليوه بقى هيطول ومش هيصاد يقول والله أحد فتحس أنك أنت قلبك اتقبض لما الإمام يفتح في صورة طويلة شوية فبيقول له بيقول له يا أيها الذي عبد أنت محتاج أن ربنا يحلم عليك ويصبر عليك وبعدين مثلا على سبيل المثال كل داو بن عطاء الله بيحاول يخلي الشخص اللي بيقرب لربنا ينشغل بحاله مع الله مش بالخلق ويطلع متواضع بس يا رب قبلني يا رب يعني مثلا أنا أحضر درس الشيخ يعلمني فيه حاجات كتير قوي ويقرب لربنا وبعدين أطلع ما عملش باللي في الدرس دا فأستمع القول ولاد أتبع أحسنه أنا محتاج أن ربنا يصبر علي ويسمحني ويسمحني أحضر الدرس اللي جاي بك يا رب هبقى كويس إن شاء الله سمحني لو حضرت درس وما نفزتش كلام الشيخ إن شاء الله بكرا أحضرت تاني وابقى أحسن فأنا محتاج صبرك علي يا رب وما تطردنيش لو أنا أحضرته ما انتفعتش أنت إلى حلمه يعني صبره عليك وعدم تعجيله العقوبة أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته لو قطعته محتاج صبره عليك أكتر مما إذا عصيته رؤية لابنى عطاء الله وتخلي الإنسان الطائع يمتلق قلبه بالإنشغال بأن ربنا يقبله بدل ما يقعد يفكر أنه رحت الدرس وغير ما جايش أو ما صلقش أو لسه بعيد عن ربنا أو لسه مش عارف ما عملتش إيه أنا وربي وبس وقال من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك وليس الحمد لمن أكرمك وشكرك طب أنا الناس بقى بتشكرني وبتقول لي أنت لبسك حلو ولا شكلك حلو ولا نجحت ولا خدت البطولة ولا بتكلم كويس ولا أنت اللي حدلت لنا المشكلة متح متح إما يخلي الإنسان متواضع يعني أنت يا رب زينتني وجملتني قدامهم أو يخلي الإنسان متكبر ويرى التميز ويبدأ الناس اللي احتاجت له دي يسيطر عليها ويبتزها بتزها عطيفة عشان هم محتاجين له يساعدهم ولا ينفق عليهم تساعات مثلا تدي واحد مسكين حاجة كتر خيرك ربنا يخليك يحس كأنه هو عايز يحضنك ويبوسك فبيقول له من أكرمك لشكرك ده فإنما أكرم فيك جميلة ستره ده ربنا اللي سطرك وخلى شكلك حلو وجلب لك الفكرة عشان تقولها في الاجتماع فالمدير يشكرك قدام الناس وحط الفلوس في جيبك وخلك كريم عشان تدي الغلبان قال فإنما أكرم فيك جميلة ستره فالحمد لمن سترك وليس الحمد لمن أكرمك وشكرك يعني إحساسك بالمنة الحقيقية والفضل الحقيقي اللي سترك وخلى شكلك حلو كده سبحان الله ثم ختمها وأختم معاكم قال ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم مين بقى اللي بيصحبني هو عارف عيوبي في رحلة الحياة وليس ذلك إلا مولاك الكريم احفظ ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم مين وليس ذلك إلا مولاك الكريم كأنه بيقولك هو راضي بيك على عيبك وعلى تقصيرك وشايفك من جوه وكل تسبيحة بتسبحها قبلها منك وانت بتفكر في حاجة تانية غيره وانت بتذكره وتفكر في حاجة تانية وقبلها منك وسماها العلماء ذكر اللسان حتى لو مش مركز وخلوها عمل صالح ربنا بيرضى عنه ويا ما سجدت وانا بفكر في حد غير ربنا وهو قريب مني ويقبلها مني ويوفقني اللي بعده واغلط في السر وما حدش يعرف ويسمح لي إن أنا أقوم أصلي بعدها وتوب لي ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم المتدين السوي حيث تجد الرحمة تجد التدين وتجد الدين وتأتي الرحمة حين لا يشعر الإنسان بالتميز إنما طلبوا أن ربنا يسطره سبحانه وتعالى كم سؤال بسرعة جدا اللهم صلي وسلم على سيدنا ورسول الله لا أشعر بمتعة العبادة رغم أني بعبد ربنا كتير خايفة أكون مش مقبولة متعة العبادة مش هي اللي بتحركنا للعبادة إحنا بنعبد ربنا لأنه يستحق العبادة لو عبدنا وشعرنا بالمتعة الحمد لله يبقى روحنا عند ربنا وربنا إدانا شيء جميل جنب ثواب العبادة وقبوله لعبادة إدانا كمان المتعة طيب لو روحنا وما خدناش المتعة يبقى إن شاء الله يقبلنا وإن شاء الله يدينا الأجر وما فيش متعة يمكن أكون برتقي برتقي لإيه للذهاب إلى الله دون حظ النفس بخبالك برضو أنت لما تشعر بمتعة في العبادة والسكون والخشوع جميلة طب لو ما فيش خشوع هتصلي آه هصلي عشان هو يستحق أن أنا صليه كمل وبكرة تنزل عليك الخشوع وينزل عليك متعة العبادة بعد ما تكون حققت درجة كبيرة جدا من الإخلاص والذهاب إلى الله لا الذهاب إلى الخشوع مقبولة إن شاء الله متجاوزة من ثمان سنين ولما تقدمني اللهم صلي على سيدنا النبي على الهوى طيب أنت سلصار كان بيطير أو حاجة زي كده آه يا أبي اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا رسول الله أنا من دون حنسة من الكلام على ساتر ربنا سبحانه وتعالى أنا متجاوزة من ثمان سنين ولما تقدم لي جوزي صليت صلاة استخارة السؤال دا بيتسئل لي عطول وأنا حاليا في مرحلة الطلاق طيب مش المفروض أني لما صلي الاستخارة ربنا يختار لي الخير ساعات الإنسان بيستخير ربنا سبحانه وتعالى ويبقى نتيجة الاستخارة أنك تعيش المحنة مش أنك أنت ما تخشش وما تتجاوزيش لا هتتجاوزي وهتبتلي في الزواج دا وسيكون هذا البلاء بداية الفتح من ربنا سبحانه وتعالى وسيكون هذا البلاء هي المدرسة اللي هتتعلمي فيها أشياء لو لاها لما اكتملت نفسك وتعيشي بعد كده ان شاء الله عيشها سعيدة في تجربتك اللي جاي استخرطت ربنا واشتغلت وترفت قضاء ربنا سبحانه وتعالى أنك تخش تتعلم في المطحنة دي وتطلع واحد تاني أكثر نتجا وقوة واعتماد على نفسك ولجوء لربنا سبحانه وتعالى فالحمد لله ارضي بالاختيار اللي ربنا اختاره وربنا يعوض عليك ان شاء الله طولت عليكم فيها سألة حلوة جدا في الاتباعتينتلي النهاردة هرد على الباقي بكرة ان شاء الله ربنا ياخد بأيدينا شوفكم على خير وتصبح الرحيم السلام عليكم